وجه فخمة رئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجبري الضرر عائلات ضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المواطنين من النساء والأطفال والشيوخ الذين ساقطوا بواقعة تفجير آثمة لمنازلهم في مدينة الرداع بمحافظة البيضاء وأوضح مصدر المسؤول بمكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن التوجيهات الرئاسية تضمنت اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين في التفجير الإرهابي الجبان الذي يذكر بالسجل الأسود للميليشيات في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقاميا ثابت في دهجها ومشروعها الإمامي البائد ودع المصدر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية وتسهيل إيصال المساعدات الطارئة والدعم النفسي للنساء والأطفال المصابين والناجين من جريمة تفجير منازل المواطنين بردع وحماية الضحايا في كافة المناطق الخاضعة بالقوة للمنظمة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر